المرابي والمؤتمر الوطن والحركة السلامية خلال الستة سنة والخمامة ما بسيط كبير يعني يحز الجبال الرئاسيات ما في اثنين ثلاثة أبدا لكن برضو ظلوا قادرين يديروا الخلافات دي صحيح الخلافات قاعدت تعبر عن نفسها مرات بلغة قاسية جدا لكن برضو يحسب ليهم انهم الى اليوم هم قادرين يديروا الخلافات دي انا انا افتكر انه الامر وصل الى مرحلة الانشجاق او مرحلة الانجسام في خلاف كبير في التقديرات وفي التوقع ودي طبيعة افتكر المؤتمر الوطني يعني المؤتمر الوطني حتى هو حاكم انا برضو مقعد يعني اخشى انه اقول الكلام دي يعني الطبيعة بتاعة عضوية المؤتمر الوطني هي طبيعة من المثقفين من الواعيين من الناس اللي عندهم دراسات من الناس اللي عندهم خبرات كده يعني عضوية عضوية تقدر تقول عضوية عندها صفات بتتميز بها عن كثير جدا من عضوية الاحزاب التالي وده ان خلاهم قاعدين في المشهد 30 سنة وخلاهم قاعدين في المشهد ما بعد 30 سنة حتى بعد طلوعهم من السلطة افتكر انه في خلافات جهيرة وهم برضو قادرين يديروا الخلافات انا معلوماتي الخاصة يا اخويس انه فعلا هذا المجلس الشورى قد التام وادار الجلسة فيه كبر رئيس مجلس الشورى وخاطبوا اخونا احمد هاروخ وخاطبوا الرئيس البشير دي معلوماتي الخاصة البشير ذاته خاطب الناعم دي معلوماتي الخاصة خاطب الرئيس البشير كيف يعني بشير بر الحجز او الحصي شنو ؟ لا ادري مخاطبة هاتفية يعني لا مخاطبة هاتفية عبر كلمة مسجلة تقريبا وافتكر برضو تم فيه التئام خلاف كبير كان بين أخونا علي كارتي وبين الرئيس البشير برضو في التقديرات ودميزة اللقاء الأخير الحصل وافتكر تم تكليف أخونا أحمد هاروم برضو في ناس حيقول لك ما في بيان طلع لكن برضو أنا معلوماتي أنه البيان أو معلومات المجلس الشورى هذا حتمرر للعضوية بالتبرير الشخصي المباشر ربما طبعا يطلعوا بيان لكن ده حسب تقديراتهم هم أنا أفتكر أنه طبعا ناس الخلافة المعلن هو الموقف المتباين بين أحمد هارون وبين إبراهيم محمود أنا أفتكر أنه الاثنين وانا عندي معهم تواصل جيد الاثنين يقدروا تقدير جيد الوضع العام بتاع البلد بتاع البلد وما حيقدمه برضو أنا أأمل في هذا ما يقدمه مادة مجانية لخصوم البلد وأفتكر أنه قادرين يديروا الخلاف ده تحت سقفات المؤتمر الوطني لكن يعني إذا التباين ده مشى للآخر أنا قاعد أشوف برضو أنه اختلاف التقييم واختلاف التقدير بتاع القضايا الوطنية الكبيرة إذا بنتج رؤيتين فلينتج وفي مشكلة إذا الموضوع ده مؤسس على مؤسس على وعي تقديري وتقييمي يعني بكل لبصلحة المجموعية ولكن أنا وأفهم أنه برضو عموم عضوية المؤتمر الوطني عندها تقديس للمؤسسات وعندها احترام للمؤسسات وعندها اكتزام بقرار المؤسسات فإذا صح إذا صح أنه مجلس الشورى اجتمع واختار أحمد هارون نفتكر بيكون حسم الخلاف ده في بعده التنظيمي وممكن يعبر بعد ذلك عن الاختلاف في وجهات النظر داخل المؤسسات دي ويرحل من محطة إلى محطة إلى أن يغضل غورا كان مفعولا متين تم الاجتماع ده أو اللي قال أنه إحنا بنتكلم عن عبد الماجد عبد الحميد يعني هو صحفي الناس بيتصف أنه قريب من هذه الدوائر وهو نشر البيان ده الموقع باسم عثمان محمد البيان ده ما أول أمس مشكلة؟ ده بتاريخ 14 نوفمبر أمس أو لا ما أمس ده البيان المنشور على صفحة عبد الماجد عبد الحميد أنا بقرأ منه الآن مؤرخ بتاريخ 15 نوفمبر لا كلمة عبد الماجد ولا الخطاب المنشور بتاع كبر هو منشور كبر وكلام عبد الماجد عبد الحميد نفسه كله منشور يوم أمس وتحديدا في الظهر في الظهر البداية تتعمل في الفجر نعمل صباحا فجر الليلة يعني؟ فجر أمس فجر أمس طيب ما كده معناها البيانة اللي ناشره عبد الماجد عبد الحميد ده ينفي في كالي ما صحيح المنشور ذاته بتاع محمد يوسف كبر ده للتمويه أفتكر وأنا برضو أولدي معلوماتي أنا أولدي معلوماتي بقى منشور يوسف كبر ده للتمويه على الأساس أنه ما ما يحصل ما يحصل اختحام ما يحصل اللي أنا أتعمل في عطبرة وكده فأنا أفتكر مشور بتاع كبر تأميني تمويهي أفتكر كده أنا أظن كده حسب معلوماتي طبعاً هل نقول لك سمعته أو اللي جابوا لك؟ أنا سمعته أو جابوا لك؟ فمعلوماتي الخاصة إنه الملتغة ده أو الفعالية دي التأمت فجراً طبعاً أنا ما أجيها رسمية يا ويس بإعلامة حزب لا إحنا ما أجيها هنا بنمثل الحزب الحزب عنده أطر واللي بتنشر صفحات رسمية الحزب ما نشرت حاجة أنا معلوماتي الخاصة متأكد إنه الفعالية دي قامت بالتوصيف اللي أنا قلته لك ده أحاااااااااا